السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبتدي كلامنا بحسب الله ونعم الوكيل ليه بس كده ايه وحسب الله ونعم الوكيل عشان ننقل قضية الارض لرب السماء يا رب انت اللي اعلم بحال ولادنا وزير التربية والتعليم الاسطورة العلمية قالك عند التحول من ورد الى بيدي اف الضمتين بتحولوا لضمة واحدة انا تجريبا بكتب مذكرات بقال فترة وبكتب حاجات كتيرة على الورد وبتحول بدي اف تقريبا بيحصلش كده ممكن يحصل بقى في وندس 890 ولا حاجة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم النهاردة على صفحته على صفحته توضيح المركز القومي للامتحانات بخصوص احد الاسطينية اللغة العربية في نمازج الامتحانات التجربية التانية بخصوص سؤال النحو ما مكرم الخلان الى الطيبون كلمة مكرم مشكولة او مشكلة في المنصة بضمتين والاعراب كلمة خلان مفعول به منصوب انا عموما مأمليش انا في اللغة العربية بس الغريب دلوقتي ان تحويل الورد البي دي اف يتحاول الضمتين اللي ضمه ما عرفش ازاي لكنها في التحويل نسخة البي دي اف لم تظهر الا ضمه واحدة يعني الضمتين هتحاولهم الى ضمه واحدة وعجبي هذا ترتب علي اختلاف اعراب الكلمة المذكورة تصبح مضاف اليه مجرور ومنع الحلوس اي خطأ في الضبط صدرت تعليمات باستبعاد جميع الاسئلة اللي بترتب عليه اي خطأ في الضبط باختلاف الاجابة الصواب والاختبار التدريبي فرصة جاية الالتفات لمثل هذه التفضيلات تمام تعالي نشوف التعليقات كده في صفحة الاستاذة امنية وجدي على الموضوع ده من خبراء في التعليم وناس في التعليم يعني انا عجيب من التعليقات اوي وهي اللي كاتب حزب الونامى الوكيل خد الطمر اي اللي امتحان به كلمات منونة غير مكرم كيف تحولت في مكرم ولم تحول في الباقي برضو مهزل وتهريج هو ببر فشله جاي كحال هعماها يعني عندكم بصهم اهو شوف 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 اللي يوزل عنده في الوزنة نسخة 98 انتهى الجنف الغربية باعتراف الوزير بالخطأ حاجات كتير على العموم مش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل لان ده مستقبل طلبة يا دكتور طارق يا دكتور طارق يا دكتور طارق انت وزير تربية التعليم ومسؤول امام الله قبل ما يكون مسؤول امام الريس ومسؤول امام ربنا عز وجل في مستقبل طلبة كلهم فرقبتك يوم الدين اللهم بلغت اللهم تشهد تبقون اول بقول لكم معنا اخبار كتير جدا على قناتكم قنات اجياء الاندوس كان معكم اسامة رزق مؤسس اجياء الاندوس اشترك في القناة وفعل القرص للكل حتى تصل جميع اشعرتنا اول باول في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك